لم تكاد حكومة الأسد أن تعلن عن إعادة مطار حلب للخدمة حتى أسكتتها صواريخ إسرائيلية جديدة وانخرجت المطار عن الخدمة للمرة الثانية في أقل من 48 ساعة وكالة سانا التابعة لسلطة الأسد أكدت خروج المطار عن الخدمة مرة أخرى ونقل الرحلات إلى مطار اللاذقية فيما قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن الاستهداف الثاني كان ردا على الصاروخ الذي أطلق من سوريا أما مطار دمشق فلم يعد للخدمة حتى الآن منذ الاستهداف الأول والذي تزامن مع وصول طائرة وزير الخارجية الإيراني أمير عبد الهيان إلى سوريا ما منع طائرته من أن تحط على الأرض السورية وفي تبني إسرائيل قصف المطارين قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية حسن كعبية إن إسرائيل وجهت بهذا الاستهداف رسالة إلى إيران بأن لا تتدخل في حرب غزة الهيان الذي وصل برا إلى سوريا قادما من العراق واستقبله بشار الأسد باجتماع تجاهل تماما قصف المطارين وطرد الوزير الإيراني من الأجواء السورية على خلفية الاستهداف المتكرر لمطار حلب ودمشق أعلنت إيران إيقاف الرحلات السياحية والدينية إلى سوريا الرحلات التي كانت تتستر بها لنقل عناصر الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له إلى سوريا للقتال إلى جانب الأسد وفق موقع إيران إنترناشنال القصف الإسرائيلي لمناطق الأسد لم يتوقف على المطارات فحسب حيث أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مناطق غرب درعا ردا على إطلاق صاروخ من تلك المنطقة بدوره قال موقع درعا 24 إن قصفا إسرائيليا استهدف المنطقة الواصلة بين بلدتي تسيل وسحم الجولان وتبقى مناطق سلطة الأسد وإيران في سوريا تحت النيران الإسرائيلية ويبقى الأسد صامتا حتى عن جملة نحتفظ بحق الرد